اسمحوا لي أن أتكلم بكل وضوح يمكن أن نحن من الدول القليلة وكان أزم الدولة الوحيدة يمكن اللي منعاني من حجم بطالة كبير وبنفس الواقع أن أعمالي وافدة كبير تعتبر الأردن من الدول التي يرتفع بها معدلات البطالة بين الشباب إلى أن أرقام العمالة الوافدة تشهد ارتفاعا منذ سنوات ويعزي ديوان الخدمة المدنية هذه الارتفاعات بسبب نظر المجتمع تجاه العمالة المهنية بين الأردنيين زي ما حكيت أطرفت المدير 420 من نفس الوقت قاعات مجهزة بأفضل واحدة تجهزات الحديثة اللي يتمكن المحهد من يقوم بعمله على أكمل وجه وهذا انعكس بعد ما تم تعزيز دور المحهد ومتابعة واهتمام دولة الرئيس في انعكس بمضاقفة أعداد المتدربين يعني نتكلم احنا خمس سنوات الماضية قبل الجائحة وليس الآن كان عندهم بحدود 15 ألف خلال عام واحد فقط تمكن المحهد من يدرب هذا العدد وللأسف استنفذت مخصصاته في شهر داعش لم يتمكن من توفير المالغ اللازم للمدربين والتالي لو انه توفرت لكان تجاوزنا العشرين ألف موظف من جانبه يعمل ديوان الخدمة المدنية منذ سنوات على استثمار وإعادة تأهيل القوى البشرية الموزعة على الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية من خلال دورات تدريبية من مدربين أكفاء حتى يصنعوا تغيير في تقديم خدمة للمواطنين المطلوب 11 من أصل 700 شو بدك تسوي؟ احنا بدنا نلاقي آلية ما نحرج النواب يا جماعة الخير الآن في حراس في طالبين سواقين لوزارة التربية والتعليم على الفئة الثالثة نفس الرقم 500 بلونة كمان بلوة ثانية أنه والله بدك يعني احنا لازم نلاقي حلول من جهة أخرى تبرت اللجنة المالية النيابية أن ارتفاع معدلات البطالة بين شباب الأردنيين هي تراكمات وليست وليدة اللحظة مطالبين بإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر وموسع حتى يتم تخفيف حدة البطالة حقيقة احنا بالديوان والمحهد ندرك حجم التحديات اللي بتواجه الموازنة العامة وسائل الحكومة لضبط الانفاق العام حقيقة احنا موازنة الديوان والمحهد 92% هي من نفقات الجارية والتشغيلية والتحولية وطالب أعضاء اللجنة المالية بالعمل على توحيد العلوات التي تصرف بدل معيشها وبدل الغلاء بحلاوة واحدة حتى يتم إبرام وتخفيض المصروفات في الموازنة العامة عدد الغرف الصفي 1750 وفيه كان منها هذه المئة بواحد مدرسة 61 رياض الأطفال هذه كلفتة كان 137 مليون فيه إضافات طفناها كلفتة حوالي 77 ألف وعملنا كمان 17 مدرسة رياض الأطفال كلفتة حوالي 20 مليون تضمن اللقاء النيابي الحكومي لقاء بوزير التربية والتعليم وجيه عويس حيث أكد الأخير خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة المالية 2022 وقال عويس أن الوزارة حصلت هذا العام على قرابة ربع مليار دولار بين قروض ومنحا بهدف الارتقاء في العملية التعليمية من خلال إنشاء المدارس أو إقامة صيانة لبعض المباني